العالم بعد جائحة كورونا لن يكون كما كان قبله هكذا يرجح كثير من المحللين والخبراء بل والسياسيين كذلك ملمح العالم الجديد تتكشف شيئا فشيئا منذ اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الصين بالمسئولية عما وصل اليه الحال في دول العالم من تفش لكورونا سواء بتصنيع الفيروس في احد مختبراتها بمدينة وهان او بالتعتيم واخفاء المعلومات التي كان من الممكن ان تجنب العالم بعضا من الازمة التي باتت تعصف باعتى الاقتصادات في العالم اتهامات ترامب للصين دفعت بعض حلفائه الى المطالبة باجراء تحقيق دولي بشأن معالجة الصين الاولية للازمة وهو طرح لو حدث ستكون نتائجه على الارجح كارثية على الصين ويبدو ان غضب الصين ورفضها الاتهامات الموجهة اليها لم يؤثر كثيرا فاكثر من مئة دولة تقدمت امام جمعية الصحة العالمية بمشروع قرار يدعو الى اجراء تحقيق مستقل لمعرفة اصل فيروس كورونا وكيف نشأ وانتشر صحيح ان مشروع القرار لم يذكر الصين كهدف لاجراء التحقيق الا انه لم يستثنها كذلك وبالطبع فان الدولة التي شهدت بداية تفشي الوباء ستكون الساحة الرئيسية لاجراء التحقيق ما يعني في رأي محللين ان بيجين لن تنجو من واحد من الاتهامين الامريكيين وفي اغلب الاحوال فانها ستكون عرضة للادانة وربما فرض العقوبة الدولية التي ستوجه ضربة موجعة للاقتصاد الصيني منظمة الصحة العالمية من جهتها لم تجد بدا من التعاطي مع التوجه الدولي نحو التحقيق وهي المنظمة التي اتهمها الرئيس الامريكي بالتواطئ مع الصين بينما اكد مسؤولوها ان ترامب زج بالمنظمة الاممية في اتون صراع سياسي بين واشنطن وبيجين الصين اذا على موعد مع اولى معارك ما بعد كورونا معرقة قد تؤدي تداعياتها الى تغيير خريطة القوى الكبرى في العالم